الثامنة صباها بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحية تناول اللقاء جهود تطوير العلاقات الثنائية الأسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة وأكد الرئيس السيسي استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطع غزة بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لإهالي غزة وإيقاف التصعيد الإقليمي وقد ثمن الرئيس السيسي المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطاع الصناعة كما تابع الرئيس السيسي في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في بيان أن خمسة فلسطينيين أصيبوا من بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال لمنزل في المخيم وفي وقت سابق استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل في منطقة بئر نعجة شمال القطاع واستشهد اثنان آخرا في قصف طائرات الاحتلال المسيرة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن الغرب سيصبح في قتال مباشر مع روسيا إن سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع وأضاف بوتين أن مثل هذه الخطوة ستجر البلدان التي تمد كييف بصواريخ بعيدة المدى مباشرة إلى الحرب خاصة أن بيانات تحديد الأهداف عبر الأقمار الاصطناعية والبرمجة الفعلية لمسارات تحليق الصواريخ لابد أن يقوم بها عسكريون من حلف شمال الأطلسي في ضوء افتقار كييف للقدرات اللازمة لتنفيذ ذلك بمفردها وشدد على أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ ما وصفها بالقرارات المناسبة على أساس التهديدات الجديدة ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار منشأة نووية حيث دعا إلى تعزيز القدرات النووية لبلاده في مواجهة التهديدات المتزايدة من واشنطن وحلفائها ويأتي التقرير الإعلامي بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالت سواحلها الشرقية وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي في أول اختبار رئيسي للدولة النووية منذ أوائل يوليو وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد معهد الأسلحة النووية وقاعدة لإنتاج مواد نووية مخصصة للأسلحة أهلنا المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب رفضه إجراء مناظرة جديدة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في منشور على منصته truth social وقال الرئيس الأمريكي السابق أنه لن تكون هناك مناظرة ثالثة في إشارة إلى مناظرته المتلفزة مع رئيس جو بايدن في يونيو الماضي ومناظرته مع هاريس